بسم الله الرحمن الرحيم بعد باخدنا نوع مهم جدا ان هو اسمه application preference في طريق تغيير اللغة هناخد الوقت item preference دي جميلة جدا انا عندي item preference هو نفس الفكرة ولكن هاعتمد ان انا هاعمل application item بنفس اسم ال preference ده وغيره بمزاج تمام فبالتالي ده application item ما قدر اغيره وانا بعمل login وقدر اغيره جور ال application تعالوا نجرب انا ال item بتاعي ده هاخده كده copy تمام وخيرت ال application preference نتأكد معلش تمام item preference تمام اروح ال application بتاعي shared component application item واعمل application item عندي كده واعمل عشان اقدر اغيره براحتي انا بقى عندي item بالشكل ده بعد كده اروح بقى على الجزء اضطع صفحة ال login بتاعتي وال process دي مش عايزها بقى لانا كنت اعملها سوري نعمل edit على صفحة login بروس لانا كنت اعملها ال application بريفرنس ايه هاخليها موجودة ولكن هعمل لها never عشان ما تشتغلش او هشيلها خالص عشان ما تلقبطوش اعمل واحدة جديدة كل اللي فيها ايه انا بعمل item ده كده بسوي له قيمة براحتي فانا دلوقتي هسوي له ايه in us هبصيله اللغة english ال item ده تمام بنفس اسم ال بريفرنس اللي احنا كنا عندنا تعالوا نجرب طبعا قبل ما نعمل اي خطوة زي ما اتعلمنا اروح ال application بتاعي اروح للجزء بتاع ال set اعمل set لل application عشان ياخد نسخة لل application ال shadow وعمل publish تعالوا نجرب بلك خلاص انا ما عادش دي فرق معي انا مثبت هاله دلوقتي ان يروح لل انجلش حتى ال item ده ما عادش فرق معايا خالص فانا عملت project كده sign in رحل لل انجلش اريد استأكد انها مش فرقة في حاجة انا مختار ال item ده تمام طيب هل ينفع خليها بصيله قيمة item اه ينفع بنفس الفكرة اللي احنا عملناها قبل كده انا هاخد قيمة item من هنا واروحي بروس بتاعتي يقوله ان ال item ده هياخد الايه قيمة دي من item دلوقتي انا هبصيله اللغة من item بتاعي اللي اختارته هنتعاني نعمل set كده ونعمل ونجرب دلوقتي هنختار عربك ونعمل لوجه راعة العربة تمام هنعمل تاني ونروح للنجليش راعة للنجليش هتقولي ايه الفرقة ما بينها وما بين اللي فاتت لأ هقولي حاجة جميلة تعاني من الوقتي هندخل على العربة ماشي تمام في ناس كتيرة كانت بتسأل ان هو ازاي غير اللغة والابليكيشن شغال من غير مطلع تمام تعاني نروح لصفحة اللوجين اهيه او حتى في ايه في النافجيشن برأ او في اي حاجة اعمل حاجة تقلب اللغة انا ممكن اكتب كود يقلب اللغة هتعاد الوقتي هنا انا دلوقتي داخل بالعربي اعمل edit على الصفحة دي وحتى تعال روح ناخد الكود من صفحة اللوجين بالزبط تمام نروح لصفحة واحد ونعمل هنا نعمل region ونعمل في region ده بوتن نخلي مثلا set لنغ غير اللغة تمام ونعمل هنا process بتغير كده وهنا خليها بقى ايه anus مثال مثلا هنا غير طالع ايه لانجليشن فالعادة هنعمل ونعمل عشان اشوف البوتن ده في صفحة ال ايه صفحة الهوم انا دلوقتي هخش بعربي يا جماعة الابليكيشن عربي عندي زرارة اهو امنسيت الانجوش الاب انجليش تمام وانا جوه الايه استيشن فدي بقى تقدر تعملها هنا في النافجيشن زرار يقلب ما بين عربي وانجليزي او يشوف اللغة ويجيب عكسها دي سهلة جدا تتعمل تمام الفكرة ان انا قدرت اغير الايهو او غير الايتم جوه استيشن منين لو انا بصيت ان عندي ابليكيشن ايتم فانا تحكمت فيه انا بصيت على ابليكيشن ايتم بتاعي دلوقتي خدق قيمة جديدة اللي هي الانجليش انا عملت sign out وعملت login على العربي وبصيت على السيشن الاقي الابليكيشن ايتم بتاعي ويأتي اواخد عربي تمام فكل الاسه ان انا غيرت القيمة بتاعته والصفحة عملت صدمت طبعا عشان ابليكيش ايتم قيمته تسمع فبالتالي اواخد القيمة الجديدة واضح هيك يا جماعة يبقى ده اللي هو بيسموه ايتم بريفرنس انت بتغير اللغة عن طريق ايتم والايتم بيتغير جوه الصفحة عادية جوه الابليكيشن عادي فده تايت نقطة معممة عندنا في جزئية الايه ان الابليكيشن بياخد اللغة مني اخدنا ايه بريفرنس واخدنا ايتم بريفرنس وهناخد دلوقتي السيشن تمام يا جماعة سلام عليكم